اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعي تقس العرب في الأردن أسعد الله أوقاتكم بكل الخير نهر اليوم الاثنين شهدت عموم مناطق المملكة أجواء حارة نسبيا وشديدة الحرارة في مناطق الأغوار البحر الميت ومنطقة العقبة وإن شاء الله ستزداد درجات الحرارة ارتفاعا في اليومين القادمين بإذن الله نستعرض تفاصيل لهذه النشرة من خلال صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم إذ نلاحظ وجود صحب عالية في مناطق معينة من المملكة ولكنها بدون أي فعالية أما الآن نستعرض خرائط توزيع درجات الحرارة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء إذن الله حتى مركز كتلة هوائية حارة جدا أو حارة نسبيا تسيطر على المملكة يوم الاثنين ظهرا وأيضا المغرب يوم ثلاثاء فجرا تزداد درجات الحرارة في ساعات الظهيرة يوم الأربعاء أيضا ارتفاع إضافي على درجات الحرارة بإذن الله دعونا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان فترة الصحور 20 مئوية وأجواء غالبا صافية نسبة الرطوبة 45% وسرعة الرياح 6 كم في الساعة دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة لثلاث أيام القادمين إن شاء الله في العاصمة عمان يوم الثلاثاء بين 31 و22 وأجواء غالبا صافية يوم الأربعاء هناك أتربة مسارة 30 نهارا و18 ليلا ويوم الخميس أيضا هناك أتربة مسارة 27 نهارا و17 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله متابعين لا تنسوا تحمل تطبيق طقس العرب لتعرفوا أكثر عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة إلى هنا إلى اللقاء بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة